لتعرير عن القرع قرعة الدوري اللي اقيمت اليوم ربطة الاندية اجرات قرعة الدوري المصري الممتاز عن موسم 2022-2023 نشوف التعرير نشوف اللقاءات من القرع وبعد كده نرجع نكمل كلامنا خليكم معنا هيا ان احنا النهاردة في تاني قرعة او تاني موسم بعد انتخاب ربطة الاندية وقبل ما ابدأ اي كلام الحقيقة في مجموعة كبيرة من الشكر اللي لازم اقدمه بالنيابة عن زملائي في مجلس ادارة الربطة لان اي حاجة تحققت الموسم اللي فات او ان شاء الله بنخطط لها للموسم الجديد مش بتاعة الربطة فقط ولكن هي بتاعة عناصر كتير محدش بيشتغل وحده والنجاح ما بيبقاش لحد اول شكر طبعا مجالس ادارات الاندية الحقيقة اللي بنشكرهم على ثقاتهم سواء في الانتخابات الموسم الماضي او في انتخابات الموسم ده جماهير الكرة المصرية الحقيقة اللي ادت شكل بعد غياب 12 سنة بدخلهم المباراة الدوري الموسم اللي فات يعني مؤسسات الدولة المصرية الحقيقة كلها على الدعم لالكورة والاندية والدعم الحقيقة لما حدود حصل الشركة الرعية الشركة الرعية الحقيقة نفذت معانا حلم كبير باستحداث بطولة جديدة عمل الدوري في موسم صعب ابتدت معانا الموسم ده ومع الاندية ويمكن مجالس ادارات الاندية شافت المجهود اللي حصل مع الشركة الرعية في الاسابيع اللي فاتت شركة تسكرتي شركة الافريقية الشركة المتحدة طبعا النقلة للدوري وراحزنا ان البس اختلف الموسم اللي فات وان شاء الله يكون مختلف الموسم الجديد ده الحقيقة انا عارف ان كل اللي احنا بنتكلم فيه الموسم اللي فات كان فيه مواجهات صعوبات كتير ضغط مباريات تلحهم مواسم على مدار اكتر من اربع سنين اجندات دولية كانت كبيرة جدا الحقيقة الموسم اللي فات كل دي سلبيات لكن الحقيقة كان فيه ايجابيات تانية كتير لازم نبقى شايفينها وتحققت الحمد لله على ارض الواقع عودة الجمهور زي ما قلنا بعد 12 سنة ابتدينا بألفين مشجع ماهينا الموسم بخمس تلاف البس اختلف استحداث بطولة زي كاسر ربطة تواجد الربطة وبقى لها كيانها وده مكتسب كبير وكان موسم تأسيسي وصعب ان انت تقدر تفصل ما بين الاتحاد والربطة ويكون فيه فصل للحقوق والالتزامات والواجبات فيه مكتسبات تانية زي مثلا شفنا القرعة مرتوحة مباراة القدمات لعبت في موعدها تغلبنا على حاجات كانت موجودة في مواسم قبل كده في تأجيل مباريات يمكن قبل ما 48 ساعة ما تتلاعب ده ما شفناهوش الموسم اللي فات شفنا مورات القمة هوم وقوي ما حصلتش من موسم 66 انه يتلاعب على الملاعب الطبيعية بتاعته فده الحقيقة كلها مكتسبات توقمة واعتراف الاتحاد الرابط العالمي بربطة الانداء المصرية ودخول ربطة الانداء المصرية في الجامعية العمومية التوقمة اللي حصلت ما بين ربطة الانداء المصرية وربطة الانداء الاماراتية فالحمد لله كان فيهم مكتسبات وزي ما احنا بنقول انا وزملائي اللي بتشرف دايما بمزملتهم في مجلس صدارة الرابطة ان كل حاجة تحققت ده ما حققاش 50% من طموحاتنا ومن اللي احنا عاوزينه للكرة المصرية بإذن الله ان شاء الله يكون موسم موفق احنا بإذن الله عداد الجماهير هتزيد مع بداية الموسم وهنا الحقيقة يعني ده رجاء كده عند مجالس ادارات الانداء المحترم وان احنا عندنا واجب مدم الدولة المصرية بكل مؤسساتها ومدية الدعم ده للكرة المصرية احنا عندنا واجب يعني ان احنا نتكلم مع جمهورنا وجمهور نفسه عليه واجب ان احنا نقدر نزود الاعداد عشان نوصل للطاقة القصوى تاني احنا هنبتدي الموسم ده ان شاء الله بستة الاف في كل المباراة وزي ما بقول دايما لان كل مؤسسات الدولة المصرية عاوز المدرجات تكون مليانة واحنا كربطة ده حلمنا من اول يوم ولكن علينا دور والمجالس ادارات الانداء عليها دور ان احنا ما يكونش في الاحتقان اللي موجود وان احنا نوصل للطاقة الكاملة للاستادات لان هي دي متعة كرة القدم وهو ده الوجه اللي احنا عاوزين نصدره للكرة المصرية واللي تستحقه لانداء المصرية والكرة المصرية الموسم ده ان شاء الله هيبتدي يوم 18 عشرة وهنتهي 36 احنا دايما كنا بنتكلم ان احنا عاوزين موسم استثنائي عشان نقدر نرجع نلعب في الموعيد الطبقية احنا اللي لقناه نهاردة كان رؤيتنا كمجل صدارة الرابطة باعتماد شكل الموسم نحن هنلعب ان شاء الله بحد اقصى يمكن اربع جوالات اثناء مباراة كسلعالة وده عشان نقدر ننهي في 36 لازم برضو كلنا نبقى فاهمين ان اكيد احنا مش عاوزين ده بس بدل ما كنا بنفكر في حلول نشغل يعني نغير بيها طريقة المسابقة او شكلها لا احنا بنلعبها بشكلها الطبيعي نلعب ثلاث اربع جوالات ما اعتقدش ان هما هيقصروا كتير ولكن هيفرقوا مع اللاعبين ومع الاندية ومع المنتخبات الموسم القادم في بطولة افريقية كبيرة البطولة السوبر الافريقي هتبدأ في اغسطس احنا ان شاء الله الكلام بتاعنا ان الموسم الجديد يبدأ في اغسطس وينتهي في مايو ويمكن احنا كنا قولنا ده كربطة السنة اللي فاتت قولنا ان احنا عشان نرجع للموعيد الطبيعية محتاجين على الموسم الثالث وهو ده اللي احنا ماشيين عليه وان شاء الله بيتحقق كاس الرابطة طبعا موجودة بشكل مختلف عن الموسم اللي فات لان هي كانت الموسم اللي فات في التوقف بتاع بطولة الامم فهيكون ليها نظام ده كله هيتوضح في القراءة الحقيقة برضو مع الشركة الرعية والشراكة اللي موجودة بإذن الله السنة دي ان شاء الله هيكون عندنا تحدي في تغيير شكل درع الدوري وهيتم الاعلان عنه بمسابقة بحاجة طليق بالانداء وبالكرة المصرية ان شاء الله ويكون الفائز بالدرع يستلم الدرع الجديد عندنا بعض الجوائز المالية اللي هيتم الاعلان عنها ان شاء الله سواء بطل الدوري او جوائز بقى كان المفروض انها هتبقى موجودة من زمان كاحسن لاعب لاعب الاسبوع كل ده هيتم الاعلان عنه فان شاء الله يكون موسم موفق انا بشكر حضراتك جدا وان شاء الله بتمنى لكل الاندية موسم موفق بإذن الله وما عندناش غير هدف واحد هو ان احنا الدوري المصري لازم يكون الاول عربيا وافريقيا وده قدر مصر وقدر الكرة المصرية احنا قلنا هنبدأ ان شاء الله من يوم 18 عشرة عندنا المنتخب الالومبي عنده مباراة يوم 23 عندنا 28 مباراة الصور ازا مالكو الاهلي فابو الزاب يوم 30 مباراة العودة بتاعت منتخب الالومبي شهر 11 عندنا مباراة الملحة الافريكي اللي هو كاسبان من الكونفودرالية بلاعب الخسران من ابطال الدوري يوم 2 ويوم 9 من 9 الى 18 المنتخب الاول هو عامل مع اسكر حمل فيه مباراة منهم مبرامة بالجيكا يوم 18 بعد كده بنرجع بعد نلعب الدوري بعد يوم 18 بعد شهر فبراير وفي شهر فبراير عندنا ثلاث جولات للاندية المشاركة في دوري المجموعات في مرحلة الاولى جولة الاولى والتانية والتالتة يوم 10 و 17 و 24 بعد يجي في شهر ثلاثة بقى في جولتين تانيين يوم سبعة ويوم 17 والمنتخب الاول في شهر ثلاثة مبراتين مهمين جدا المنتخب مع ملاوي من يوم 19 إلى يوم 29 هتلعب مبراتين دور الثلاثة في شهر أربعة عندنا يوم 21 وعندنا يوم 28 وبعدين في شهر خمسة دور قبل النهائي يوم 12 و 19 شهر ستة بقى النهائي مبراتين اول الاتحاد الفريقي نجع ثاني الموضوع المبراتين بعد المشكلة بتاعتين النادي الأهلي والنادي الوداد مبراتين خلال الفترة من 2 إلى 11 ومن 11 إلى 29 المنتخب الاول عنده مباراة في التصليات المجموعة بتاعته الحمد لله إن إحنا يعني كربطة الأندية كنا من أول يوم من السنة اللي فاتت وحتى السنة دي إن إحنا عاملين خطة إن إحنا نشوف المشاكل الرئاسية اللي بين كلنا بنتكلم عليها عندنا مشكلة الجدول عندنا مشكلة التلاحم والمواسم فالحمد لله بننفذ الخطة المعمولة من الأول السنة اللي فاتت كان الموضوع أصعب السنة دي أحسن حنخلص في 36 فيبقى الموسم الجاي نبدأ منتظمين المشكلة الأزالية اللي كنا بنعنيها بأنا سنين في نفس الوقت زي ما حرق شفتي حصل تطوير في موضوع زيادة أعداد الجماهير تدريجياً وأعتقد أنه بنهاية هذا الموسم الأعداد حتزيد إن شاء الله الحاجة اللي بعد كده إن إحنا السنة دي برضو من فترة طويلة جداً قرعة الدوري يطلع الجدول كله يعني الدور الأولاني كله مرة واحدة وده معناه أن الدوري التاني بالعكس بس فمجرد أن يطلع القرعة بأننا سنين كنا بنعمل قرعة أسبوعين تلك أسابيع بس أسبوعين أقصى حاجة سنتدري الأولاني فده برضو حاجة تطور مهم تكريم النهاردة في وسط النجوم الكبر من النجوم المصرية الموجودة النهاردة في الحافل والحمد لله اليوم يوم جميل والقرعة يعني تمت على خير وبتمنى التوفيق طبعاً للكرة المصرية إن شاء الله في الفترة اللي جاية بإذن الله وعايز طبعاً أشكر زمايلي وأشكر النادي اللي كنت فيه والجهاز الفني وكابتن هاب جلال والجهاز الفني كله على التكريم هم وهم كانوا سبب بعد ربنا سبحانه وتعالى في التكريم ده النهاردة الحمد لله